طيب كذلك من المقترحات اللي اقترحتها وهذا أمر يعني راح أيضا ينبهكم على بعض الأمور غير الحداثيين قالت لازم ندعم الصوفية الصوفية قالت بالنص تقول لا يدخل الصوفية تحت أي من الفئات المذكورة الأربع الصوليون والحداثيون والعلمانيون وهذا لكننا سوف نسلكهم هنا مع الحداثيين يعني أننا ندعمهم ويمثل التصوف التفسير الفكري المنفتح للإسلام بعدين شنو قالت وينبغي دعم التأثير الصوفي في المدارس والمقارات التعليمية والمعايير الاجتماعية والأخلاقية والحياة الثقافية دعما فعالا في البلاد التي يوجد بها تقليد صوفي لها إرث صوفي مثل أفغانستان والعراق من خلال الشعر والموسيقى والفلسفة التي ينفرد بهم التصوف يستطيع التقليد والمعارسة الصوفية القيام بدور الجسر الذي ينقل هذه المجتمعات خارج نطاق التأثيرات الدينية نحن بالكويت بدأت تطلع بعض النوافذ سميها آخرها قبل أسبوع القضية التي صارت على دورة أو قواعد العشق بدأوا يطلعون في مجموعات شبابية اتخذت شكل مجموعة قراءة أو بعض المكتبات تدعمها تنحى منحة التصوف بس تصوف فري يعني مو ملتزمين بالزي الإسلامي لكن يقولوا حن التصوف والروحانية والابن العربي وبعدين يجبون ابن الفارض وعندهم كتاب اسمه قواعد العشق يعني يقرونه يحبونه ويقرون بعض الأمور ويستشهدون ببعض العبارات الصوفية هذا معبد هذا أمر مقصود محاولة لملء الفراغ الروحي عند الشباب بشيء لا يؤثر على ما يسمونهم الحداثة أو التغريب أو هدم الدين يعني هم يعون أن الشاب يحتاج إلى روحانيات يحتاج إلى يعني مثل ما تقول شيء من يعني الأمور الرقائق والروحانيات وكذا بس ما يبون هذا وفق الكتاب والسنة لأن هذا إذا تم وفق الكتاب والسنة معناته سينبذ كل ما يخالف الكتاب والسنة هم ما يبون هذا يبونك تاخذ روحانيات بس شنو؟ بدون لا يكون على هذه الروحانيات أثر عليك فيما يتعلق بممارستك في حياتك فهم يرون أن التصوف خيار جيد في هذا الباب فيدعمونا بصريح العبارة ينبغي دعم التأثير الصوفي في المدارس والمقررات التعليمية والمعايير الاجتماعية والخلاقية والحياة بشكل عام لذلك لا تستغرب إذا شفت في الأيام القادمة في بلد مثل الكويت يعني لا تكاد تجد في شيء من التصوف تجد بعض الفعاليات الصوفية لا تستغرب من خلال ندوات من خلال يمكن بالمدارس يمكن بطريقة أو بأخرى لذلك احنا يجب أن نكون على وعي بهذا الأمر وعلى وعي بما يحاكي اشتركوا في القناة